دكتور زهي حواس لمشرفنا النهار دا في الحياة اليوم أهلا وسهلا بيك فاندم أهلا وسهلا بحضراتنا أهلا وسهلا مساء الخير مساء الخير أهلا بيك دكتور عايز أتكلم في نفس الموضوع اللي تكلمت فيه لبنا المعبد المصري واحد من ضمن معابد موجودة في حتة كتير في العالم يعني فيه في هولندا وفيه في أسبانيا فيه في أمريكا وفيه في إيطاليا المعبد الوحيد الغير مغطى يعني احنا مثلا المعابد التانية زي مثلا في المتروبولتن في المعبد المصري موجود في جناح مغلق ومقفول وبيطل على السنترل بارك يعني على جنينة يعني يقفلين عشان ما يتعرضش لعوامل التعارية المعبد موجود في أسبانيا بعد ما تم إخلاقه من منطقة غرب بحيرة ناصر سنة 68 مصبوط وسافر قعد في أسبانيا واتنقل من المكان اللي موجود فيه قدام الأصر الملكي الأسباني إلى مكان تاني في كل هذه الفترة الأسبان ما فكروش أن هم يحموا ده من عوامل التعارية خصوصا الجو مختلف ما الناس حتقول في مصر احنا عندنا معابد موجود احنا عندنا الجو جاف شوية هناك في مطرة ما حدش فكر في الأسبان أو مليونسكو أن يكون في حماية لهذا الأثر لا هو ما شوف يعني المعابد أولا المعامول بطريقة غير عادية يعني في قلب العاصمة فيها طريقة تعليمية عاملينه فيها عاملين في القدس الأخداث مش عارف حاطين تمثال بالكمبيوتر لها أموني عاملين حاجة جبارة والمعابد ده يعني بيزوره ممكن أهم مكان سياحي في مدريد الأعداد اللي بيزوره أعداد هائلة جدا أنا سافرت بودابست وطلعت فيه معرض نمازج اللي بتعنك أمون معرض النمازج ده لو شفته أنت كنت في لندن هتلاقي المعرض ده معمول بطريقة غير عادية إبهار غير عادي المعرض ده عامل واحد ألماني وفيه فنان مصري هنا الدكتور مصطفى من جامعة ألماني هاو اللي عاملو بتشوف بقى المقاصير بحجمها حاجة جبارة الأطفال بيسيكون الحصار بأيديهم أفلام يعني الحقيقة أن المعرض ده أول معرض مقلد أقول لك أنه هو أهم للناس بالحقيقة لأن أنت في المعرض اللي أنت شفت في لندن ده مدرش تلمس قسم لكن ده تقدر تلمس ما تقدر تعود الأطفال بيعود حاجة جبارة فمن خلاله أنا بقالي يمكن من 2000 مدة طول عشر سنين بعمل محاضرات للمعرض ده ما بترقل في أي حتى فهم عملينه محاضرة في مدريد واللقاءات إعلامية وعملوا محاضرة في مدريد بقى 1500 واحد المحاضرة أخرت ساعة ونص على مدخله الإعلام اللي تكلم عن مصر من خلال هذا المعرض لا تتخيله حاجة يعني غير عادية وغير مسبوقة الأسبان بيحبوا الأثار بشكل غير عادي ففي بلد تانية كانت عايزينة عمل محاضرة يوم ثلاثة ثلاثة الشهر ده فبراير فأنا كان عندي محاضرة هاليا يوم ثلاثة فقالت له ما قدرش فرجعت تاني يوم السبت اللي فات ده المؤتمر عملت محاضرة في بلد بلباو رجعت من بلباو على مدريد معايا طبعا المساعدة السفير ومعنا الأشرف مدير مصر الطيران ومعنا يعني مجموعة السفارة هناك عاملين مجموعة جبار وفيه واحد ناشط جدا اسمه حامر زاكي هو كان مندير المكتب السياح هناك والوقتي ساب المكتب وقاعد هناك الأسبان بيحبوك جدا فهو أنا قلت له على فكرة المعبد ده جميل ومعمول بشكل حلو قوي لكن أنا شايف أن الحجر الساند ستون الحجر الرملي ده ممكن يتأثر بالمية ويبوش الحجر الرملي يا فندم اللي موجود في الأثر نفسه ولا الأسبان ضفوه بعدما الأثر نفسه معمول من أه حاجة من البداية لأن كان فيه شوية تعديلات عمله الأسبان بعد عمل تعديلات كتير حاجات كتيرة لكن هو عامة تعرضه للبطر الشديد جدا وأسبانيا ومدريد فيها مطر جديد جدا ممكن على خلال مئة سنة رأي العلمي ممكن هذا المعبد يندثر تماما فهو أنا الحقيقة لقيت أنا قابلت نائبة رئيس الحكومة كارمن وقلت لها قلت لها فيه موضوعين أنا بنائك فيه وموضوع الأولاني المعبد ده احنا أعطيكو هدية المفروض الهدية تصار أنا شايف أن انتوا فعلا بتضربونها تعظيم سلام لكن بيجواخدين بالكو أن الهدية ده ممكن تنتهي قلت لي إزاي شرحت لها قلت لي نعمل قلت لها لا ما أقدرش أنا أقول لك جواتي ده فيه تجيب اللجان وجيبي ناس بحيث أن انت تشوف طريقة تدور أيضا بنستعمل السيتسكان والأشعة المقطعية عشان نكشف أسرار المميوات البلكية لأن في يعني بعد شهر أو اتنين المميوات ده هتطلع ليلا في قافلة على أعلى مستوى إلى متحف الحذرة العالم كله هشوفت فيه عن حياة تتعانخ أمون وخناتون ونفرتيتي وكل العائلة دي من خلالها عملت شوية دراما طبعا ما بتكتب انت حاجة ما بتعمليش حاجة في التاريخ في الباية لا بتاخدي حاجات في التاريخ وبتعمليها عاقا تطلع